نعم فضيلة الشيخ كيف أعرف العلماء الربانيين من المتعالمين الذين يضلون الناس بفتاواهم بأمور اختصرها الأمر الأول عنايتهم بالتوحيد ولزومه والأمر الثاني دعوتهم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر الثالث تطبيقهم ذلك تطبيقا عمليا تطبيقا عمليا الأمر الرابع الثبات عند الفتن لا يتغيرون مع تغير الأحوال والأيام والأزمان بل تجدهم مواقفهم هي هي من القضايا التي تعرض لهم وهو عرضها على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح واستخلاص النتيجة من ذلك أيضا من علاماتهم الوضوح وهو أنهم لا يتخفون لا يجمعون الناس في الخلوات والفلوات والوهاد والدهاليز الخفية لأن الدين دين معلن واضح ما فيه شيء خفي كما يقول سوفيان رحمه الله تعالى إذا رأيتم الذين يتناجون في دينهم دون العامة فاعلموا أنهم مفتتحوا أو فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة الأمر الآخر من علاماتهم أيضا أنهم لا يهتمون بالدعاية لأنفسهم لا يهتمون بالدعاية لأنفسهم من كان منهم في الحراسة كان في الحراسة ومن كان في الساقة كان في الساقة من علاماتهم أيضا أنهم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم وأنهم الهدف هو هداية الناس إلى الخير لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذه بعض علامات العلماء الربانيين الذين يجب أن نلزم غرزهم وهم ولله الحمد كثر يعني موجود من نعد أنا لا أخشى أخشى أن نعد فأقع في خطأ لأن لا أسقط أحدا يستحق أن يعد فهم لا كثير كثر وطلاب العلم الذين يسيرون على نهجهم أيضا كثر ولله الحمد والمن نعم شكرا